اولا صدمة القروش من اسوأ الاشياء التي قد تتعرض لها هي ان تسبح جانب القروش دون ان تدرك ذلك هذا هو ما اختبره رواد شاطئ ميامي بالولايات المتحدة حيث قامت طائرة مراقبة الية بالتقاط فيديو لرواد الشاطئ وهم يسبحون على بعد امتار من احد اسماك القرش المفترسة حيث قال مشغل الطائرة انه رأى في الاساس ظلا يتحرك وعندما قام بتقريب الصورة تفاجأ بوجود سمكة قرش تسبح بالقرب من الكثير من الاشخاص من حسن الحظ لم يكن جائع ثانيا لوحة كارثية بريبيات هي مدينة في اوكرانيا تدمرت عندما انفجر مفاعل تشورنوبل عام 1986 ونتيجة للنشاط الاشعاعي تم اخلاء المدينة من السكان الى ان القليل الذي سمح لهم بالبقاء ولكن بعد الخضوع للحماية والموافقة على شروط معينة فرضتها الحكومة عليهم وقد قامت احدى الطائرات الالية بتصوير المدينة مؤخرا وكما نرى فان الصورة قيمة للغاية لان المباني والفنادق وكل شيء ما زال على حاله كما كان منذ عام 1986 مع التعرض للقليل من الصدق والتحلل وهو ما يمنحك شعورا بانها مدينة الاشباح لخلوها من البشر مع بقاء كل شيء كما هو ثالثا المتشمس الباحث عن الاثارة الرعب يتوفر باشكال واحجام مختلفة ما قد يكون مرعبا للبعض قد يكون عاديا للاخر وهذا الفيديو اكبر دليل حيث قامت طائرة الالية بتصوير رجل يتشمس على احدى الطواحين على ارتفاع مئتي قدم الرجل يجلس مرتاحا ويشير الى الطائرة بسعادة وهو لا يبالي لا نعلم السبب الذي دفعه الى الصعود الى الاعلى ولكنه يجعلنا نشعر بالدوار رابعا ثعابين في الظلام ثعابين بريميس غزت فلوريدا وسببت خللا في النظام البيئي وبسبب الدمار الذي سببته في الغابات تعمل المنظمات المختصة على محاولة ارسال هذه الكائنات الى مكانها الطبيعي وبعض الصيادين قاموا باستخدام طائرات لتحديد مكان الثعابين ليلا هذه الصور تظهر هذه الكائنات المرعبة وهي تصحف ليلا في غابات فلوريدا وصور اخرى تظهر بعض الصيادين الصغير الحجم مقارنة بالثعابين وهم يحاولون القبض عليهم المرعب في الامر فكرة انهم مختبئين بالقرب منك وفي كل مكان خامسا المهرج الخفي انتشرت مؤخرا موضة ارتداء البعض لملابس المهرجين وقيامهم بتصرفات مرعبة لافزاع الاخرين وقد تم مشاهدتهم من قبل الكثيرين ولكن ليست جميع المشاهدات عن طريق الارض فبعضها عن طريق الهواء وقد تم التقاط هذا الفيديو لشخص يرتدي ملابس صفراء ويجري داخل الغابات وبتطقيق النظر فيه نجد شخص يرتدي ملابس مهرج ويهرب الى داخل الغابات لا احد يعرف من الذي يفعله بالضبط ولا داعي للتخمين سادسا حلقات المحاصيل الزراعية المحاصيل المحددة على هيئة دوائر حيرت البشر منذ عقود والتحقيقات في الامر لم تتوقف مطلقا ولكن تم تطوير طريقة التحقق بما يتناسب مع عصرنا الحديث فاصبح الان يتم استخدام الطائرات الالية لدراسة الامر وقد قامت بالفعل باكتشاف والتحقق من بعض هذه التصميمات الغامضة مثلا مثلا هذه الدوائر التي اكتشفت في انجلترا عام 2017 حيث صورت الطائرة تصميما خلاب للمحاصيل في احدى المزارع بالطبع غير معروف من المسؤول عن هذا التصميم ولكن التصميم رائع حقا وبالطبع يعتقد البعض انه كما كانت الطائرة هي المسؤولة عن اكتشاف هذه الحلقات قد تكون هي المسؤولة عن عملهم عام 2016 تم التقاط فيديو لسيارة تسير عبر الطريق بهدوء ولكن لا يبدو اي شيء مريب في الامر وفجأة انفجرت السيارة داخل احد المنشآت وتبين انها تابعة لجماعة طلبان وقد كانت تنفذ مهمة تفجير مغفر شرطة للافغان ثامنا نهر احمر عام 2012 اكتشف مشغل الطائرة شيئا اعتقده لن يكون موجودا الا في الخيال العلمي فبينما كان يصور بالقرب من نهر تيرنتي في دلس وجد لون مياه النهر احمر اللون وانطلاقا من شعور مشغل الطائرة بالقلق قام بالاتصال بخفر السواحل وبالتحقق في الامر اكتشفوا ان مصنع اللحوم الواقع بالقرب من النهر يستخدم النهر للتخلص من بقايا الخنازير محرقة اليهود تحتاج الى بعض الشرح حيث قامت النازية بعمل محارق لليهود للتخلص منهم ابان الحرب العالمية الثانية وقد قامت هذه الطائرة بجعل الامر اكثر درامية عندما قامت بتصوير مدينة اوشفيتس عام الفين وخمسة عشر حيث صورت الطائرة البوابات وطريق السكة الحديدية ومباني المعتقل المهجورة والشوارع الخالية بالطبع المكان مهجور ولكنه يحمل الصراخات الكثير من الابرياء من الصعب ان لا تشعر بحياة الملايين التي تم القضاء عليها بقسوة وقد كان هذا الفيلم تجربة غير سعيدة ولكنها هامة للغاية نتمنى يا اصدقائي ان يكون الفيديو قد اعجبكم حقا ولمتابعة المزيد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات والضغط على اعجاب شكرا للمشاهدة والى اللقاء